اشتركوا في القناة نتمنى منكم أن تدعمونا بالضغط على لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم السؤال الأول أحد المكونات المقابلة ليست من مكونات الدائرة الكهربائية البسيطة دال ادرس الدائرة الكهربائية المقابلة وأجب عن الأسئلة التالية بوضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة الدائرة الكهربائية المقابلة مغلقة خطأ باق الطيار الكهربائي يسري من القطب الموجب إلى القطب السالب داخل البطارية العبارة صحيحة جيم عند إضافة ثلاث بطاريات أخرى في الدائرة الكهربائية فإن المصباح سوف يحترق العبارة صحيحة أكمل الفراغات التالية بما يناسبها من الكلمات الموجودة في المستطيل المقابل توصيلات كهربائية صدمة كهربائية طنان كهربائي جهد كهربائي ألف عندما تسري الكهرباء في أجسامنا فإنها تسبب لنا صدمة كهربائية باق قوة الدفع الكهربائي المخصصة لتشغيل أي مكون كهربائي تسمى جهد كهربائي جيم هو جهاز كهربائي يصدر صوت ويحتاج إلى جهد كهربائي يبلغ 3 فولت هو الطنان الكهربائي أي الأشياء التالية قابلة للمغنطة دولاب ألومنيوم أم أنبوب فولازي أم خاتم ذهب أم ملعقة نحاسية الإجابة الصحيحة هي أنبوب فولازي في أي الأماكن تتركز القوى المغناطيسية؟ في واحد واتنين أم اتنين وثلاثة أم واحد وثلاثة؟ الإجابة الصحيحة هي واحد وثلاثة ما هو الخطأ الموجود في الصورة المقابلة؟ الخطأ الموجود أنه تم توصيل عدة أجهزة في قابس واحد استخدم كل من علي ويوسف وتركي ومازن مغناطيسيات مختلفة لتجميع الدبابيس المتناثرة في الغرفة وتم تمثيل عدد الدبابيس التي جمعها كل واحد منهم في الشكل البياني التالي ادرس الشكل وأجبع عن الأسئلة التي تلي أي المغناطيسيات أقوى؟ المغناطيس واحد أم اتنين أم المغناطيس ثلاثة أم المغناطيس أربعة؟ الإجابة الصحيحة هي المغناطيس رقم واحد لماذا؟ لأنه جمع أكبر عدد من الدبابيس في الشكل المقابل البياني للأمامنا جمع حوالي 15 تبوز ولذلك فهو أقوى المغناطيسيات في اعتقادك ماذا سيحدث للمغناطيس أربعة إذا سقط؟ سوف يتلف المغناطيس ويضعف قوته وبهذا نكون قد انتهينا من حل الاختبار شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة